ترجمة نانسي قنقر وافي عليكم النهاردة بقى حلقة جديدة ان شاء الله وحشتوني من الحلقة اللي فاتت وجايب لكم بقى النهاردة حمام محشي وحنعمل كمان محشي ورق عنب بس خلي الوقت وكمان سلطة بطاطس هتعجبك جدا جدا بصي ست الكل اول حاجة عندي ان انا بجيب الحمام بنقي الحمام اللي هو القطاوي اللي هو صغير في السن يكون مزغلل يعني لسه بادئ يعمل ريش كده عشان يبقى حلو يستوي منك بسرعة النهاردة مش هعمل اكلات كتير ولا حاجة بس هنعمل ايه هنشرح الاكل ونعمل فيه التكة اللي هي بتزبط الاكل ايه اناقل حمام ازاي يعني الحاجات البسيطة دي اللي انا عايزيك تهتم بيها فحلقة النهاردة وتكوني عارفا عارفاها مية مية طيب هنعمل ايه بسم الله الرحمن الرحيم الاول انا عندي هنا هو جوز حمام بسم الله ماشاء الله كده ايه صغنون وحلو كده وعندي رز ابيض بس انا مش غسله هو نوع كويس جدا وعندي زيت وعندي سمنة وعندي بقى للمية اللي هعمل فيها الحمام اللي هستلقو فيها عندي بصل وجزر وتماطم وكل اللي انت عايزيه وكل ده هنشوفه واحدة واحدة مع بعض وهنشوف هنعمل ايه انا حطى المية من ساعتها بتغلي على النار علشان الوقت بتاعك مش عايزة اضيعه كده على الفادي انا عايزيك تستفادي من الحلقة على قد ما تقلق طيب عندي ايه بقى؟ عندي مية هيه بتغلي فحلقة من بتاعت ايه من الحلوة ماشي وعندي هنا بصل وجزر ماشي حلو كده حاجات بسيطة خالص والتوابل بتاعتي ملح وفلفل ماشي انا عندي حطيت هنا طماطم انا هجيب شوية طماطم من هنا عند الجيران كده هو ماشي علشان يخلولي المية بتاعتي الشربة حلوة يبا انا عملت ايه؟ واحدة واحدة خالص انا معاك عملت مية على النار كده تسخن تغلي وحطيت فيها بصل والجزر وطماطم مبشورة او طماطم مضروبة في الخلاط اللي انت عايزيه تمام كده؟ وهسيب الحلة بتاعتي تغلي وهشوف الحمام هعمله ازيه؟ قلنا الرز اهو اللي انا هبدأ احشي به وهنشوف هنعمل ايه في الرز علشان يبقى حاجة كويسة معاي طيب انا عندي هنا اتصع النار اهي بس هجيبها قريبا مني اهي علشان برضو الوقت 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 بص يا ستي احنا هنجيب معلقة سامنة حلوة كده اهي معلقة سامنة حلوة طيب سامنة حلوة وبعدين وبعدين هجيب بصل بصلاية ده احنا كده بنعمل ايه؟ بنعمل الرز الخلطة اللي هنحشي به الحمام بتاعي اهو هعمل بصلاية اهو يا سيدي يا سيدي ايه ده؟ ايه ده فننة يا اخوتي فننة يا اخوتي ايه الريحة الحلوة دي؟ السامنة برضو عامل مهمة على فكرة في الاكل يا ولاد سامنة البلدي حلوة ايه سامنة الكده ها حلوة استفرة دي اه كده برضو الزيوت هنحط حتة حبس غلونين كده اهو يبقى حطيت معلقة سامنة ومعلقة زيت وحطيت البصلاية بتاعتي الحلوة دي ماشي وهحط عليها ورقة لورة حط عليها مكعب مرأة مكعب المرأة بقى فيه كل التوابل والحاجات والحركات وكل الحاجات اهو يعني ايه هيعلت تست شوية حلوة كده اهو بصلاية تحمرت المفروض ان انا استنى اما البصلاية دي يعني تاخد لون كارمل لون بوني كده ماشي انا قلتلك ان انا عايزة اعملك الحاجة تستفادي منها اهو البصلاية تاخد كارمل وتاخد لون بوني شوية كده اعتبريها خادت اللون ده بعدين هنزل بايه بالرز طب الرز قدي ايه بقى يا خالة نوسا الرز بص يا حبيبة قلبي الرز ده على قد الحمام عشان ما قطرش واعمل كتير والحاجات الشغلانات وقرم الباقي او كذا ومع انه هو بتاكل عادي مع الحمام بس انا عايزة تعملي على قد كل حمامة مع لقتين من دي كده رز كل حمامية مع لقتين من دي رز لان الرز هيزيد مع التسويه خلاص كده انا عايزة تاخد بالك من كل الحاجات اللي انا بتتكالك عليها مش مجرد ان انا اطلع اقدم حمامة خمسين حد بيعمل حمام بس انا عايزة اطلع من الحلقة مستفادة اي حاجة واخد بالك وكمان سنة القرفة مهمة جدا في رز الخلطة ده اهو سنة القرفة سنة الملح اهو واشوح وكل ده ايه جاخد معايا تشويحة حلوة قوي كده ماشي وابدأ انزل عليه بالمية مية مغلية بقى وكده خلاص واسيبه يتشرب زي الرز العادي خالص يبقى حمرت البصلاية مع لقت زيت حتة سمنة حلوة وبحط عليها مكعب المرأة عايزة تحطي ملح وفلفل بس ومش عايزة مرأة مفيش اي مشكلة خالص وبحطي ورقة لورة عندك سنة مستكة ماشي حبهن ماشي اللي انت عايزة بس انا عايزاكي تكون تعمل اكل كله في بقى كده ايه انا حاسة تعمل اكل مش حاسة بتعمل بهارات انا حاسة بتعمل اكل حلوة كده اهو بعد كده بقى بعد ما ياخد التشويح الحلو زي ما انت شايفة كده هبدأ ان انا حط مية بتغلي وبعد ما تغلي بقى وتتشرب حلو كأنك بتسوي رز عادي خالص خلصنا احنا الرز كده هده مش عايزة وابدأ بقى اجيب الرز بتاعي كده بسي الرز هو بقى اللي هو ايه اللي انا عاملاه من قبل كده من قبل الهوى عاملاه وتالج متكيف اهو ماشي يبقى انا عملت الرز البني بتاعي ادي الخالطة اهو الوا معي مادام رشا ازيك يا مادام رشا الوا لا ما استمع حاجه الوا السلام عليكم عليكم السلام راح وطلقة بركاته يا اهل الوسائل يا اهل الوسائل والاشتراح ممكن توطي صوت التلوذيان شوية ممكن توطي صوت التلوذيان شوية انا حلو زي الفن ربنا نخليك يا راشا ما تحرمش منك يا حبيبتي يا رب عموك كنا ما افطلية البط بالبرتقان عناية اللي اتنين اهم حاجة ان احنا نعمله وتشوفيه بتكاتب كل الحاجات بالتفاصيل اللي احنا نقدر نعملها ونساعدك ان انكي توصلي لبط بالبرتقان مفيش احسن من كده شكرا لاتصالك يا راشا بص يا حبيبتي اه انا طبعا عندي ايه الحمام الحمام ده لازما يتورق طبعا عايزين نورق الحمام نورق الحمام ازاي يعني نخليه مش عارفة الكاميرا دي جايباني ماشي اهو يعني انا مسلا عايزة كده الحمامة تبقى في فاصل بينها وبين اللحم خلاص طيب هعمله ازاي بجيب صباعي كده اهو اهو وبدخله جوه الحماماية كده واخلي الجلد بتاعها واخليه زي الفل كده اهو بصي باخلي الجلد بتاعتها وفيه ناس بتحشي الحتة دي بس لا اهيه وهتطلع معاكي حلوة جدا ان شاء الله وهتعجبك اوي بصي كده اهو تمام اهو دنين ورقت الحمامة خلاص كده هبدأ بقى ان انا اعمل ايه هبدأ ان انا احشي الحماماية اهي اهي اهو كده تمام اهو انا هزروة الدنيا طبعا هلو اهو عليكم السلام ورحمة الله وبركاته ازايك يا حاجة امال عاملة ايه الحمد لله حبيبتي يا ست الكل اخبارك الله يخليك يا حبيبتي الحمد لله يا حبيبتي احنا نقدر نعمل فيكم حاجة انتم الاكل الجميل والتعم اللي كان ليه طعم واكل وكل حاجة حلوة الله يخليك تسلم ايديك يا حبيبتي بدأت ان انا ايه احشي الحماماية طب انا ما بعرفش احشي زي ما انت بتحشي كده خلانو سعمل ايهه اهو براحة خالص كده اهو وهاخد بصباعي كده ادخلها جوة اهي الحماماية اهي بالمعلقة كده براحة خالص وما تمليش الحمامية بقى علي اخيرها لأ كنا زمان كانت الست الحمام ما كانتش بقى تعمله بالكبد والقوانس كانت تعمل الكبد والقوانس عايزة تعمليها معروز ما فيش مشكلة بس ده هي كانت ايه حاجة كويسة خالص ان احنا نقفل بيها كده او بالدماغ بتاع الحمامة لو فيه ناس كتير فاكرين الموضوع ده اهو وببدأ ان انا احط الرجلين بتاعته اهو كده انا حشيتي الحمامية اهو وهعمل التانية كمان بالمرة عشان تبقى استفدتي انا اخدت الحمامية وعايزة انبه على حاجة فيه ناس بتسيب الحتة دي في الحمامية دي بتزفر الحمامة ما بتبقاش حلوة ابدا وانا عايزةك يعني ايه نعمل ننظف بقى زي ستات البيوت بحقيقي بلا الشغل المحلات والكلام الفاضي ده لا ما بحبوهش والله اهو الحمامة انا ورقتها زي ما انت شايفة كده اهو ماشي وبعدين بدأ ان انا اه ادخل الرز جوة الحمامية علو يا لولو زيك يا ولاي عامل ايه حبيبتي اخبارك الحمد لله يا حبيبتي ما تحرمش منك ابدا يا لولو ايه اخبار الاكل كده معاك في المطبخ انت كويسة في المطبخ يعني طب الحمد لله ان شاء الله دايما يا رب ما فيش اي حاجة ما فيش اي سؤال لنا ولا اي حاجة ولا انت شاطرة في كل حاجة انت شاطرة في كل حاجة ربنا يحسن ما بين ايديك يا لولو الحمام الكداب الحمام الكداب اه نعمله ان شاء الله باوراك الفراغ بيبقى جميل جدا ونفس الخلطة دي هي هي اللي بتبقى في الحمام الكداب برضو وهنعمل هي نفس الخلطة بالزبط بس لازم انتتعمل برضو قدامك على اساس ازاي نفتح الورك بتاع الفرخة وازاي ننقيه وازاي نختاره كل الحاجات دي طبعا الكبد والاوانس اها زي ما قلتلكم اها شكرا لاتصالك شكرا لاتصالك يا حبيبة قلبي ما تحرمش منك ابدا خلاص يا ولاد اهو اهو تمام كده نشيل بس ننظف حوالينا كده ده المحنا زرواتنا الدنيا اهو خلاص طيب طيب هنعمل ايه بقى احنا عملنا الحمام اهو شفتي الحمامة اهي سوناها وحشناها وزي الفل مش هضغط عليها بقى بصي هديها راحة كده علشان خاطر ما تفرقعش مني في المياه هفتح الحلة بتاعتي بقى وابدأ اشوف الايه الله المياه الشربة بتاعتي اهي مع فص بقى حبهن وفص مستكو وكفت اش 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 اهو ايه رايك مش هغطي بقى الحمام طب ليه عشان هيفرقع مني لو غطيت الحمام هيفرقع منك اهو زي ما انت شايفة كده ما تغطيش الحمام كتير قوي يعني الحمام مش بيحتاج مياه كتير قوي لأ تمام ازايك يا حبيبة حمدالله عملة ايه حمدالله ايه ايه يا اخبار ربنا يخليك اقل حاجة عندي يالله يخليك كيني ممكن تعيدي تشيش نعم ممكن تعيدي تشيش ماشي يا جماعة كده خلاص ايه حطينا الحمام بتاعنا على النار تمام وزي الفل طيب هبدأ اعمل ايه بقى الحمام انا هسيبه يطيب خالص مش هاجي يامه برحته ومش عايزة نار عالية ولا اي حاج هاجي بقى جاب الحلة بتاعتي الحلوة دهيت ماشي وابدأ ان انا اجيب فين يا ولاد الله اهو بصوا بقى هنعمل ايه هنعمل هنعمل وراء العنب ابقوا فكروني يا ولاد بنس اهو حال علو شيرين ايو ايو يا نوس حبيبتي 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 ازاك يا شيرو عاملة ايه سفيرة الحب والجمال والاخلاص والاخوة كل حاجة حلوة فيك يا شور شيرين الريفي من دسوق وحبيبتي وصحبيتي واختي ربنا يخليك يا شيرو عاملة ايه اخبارك شايفة يا ختي شايفة المحشي اللي احنا بنعمله ده ولا انتي بتجيب الدليفري من عند الخالة نوسا ربنا يخليك ان شاء الله يا شيرو يعني دايما بنورانا ربنا يخليك يا حبيبتي ما تحرمش منك ولا من اتصالك يا روح ما تحرمش منك ابدا كتر الف خيرك شايفة المحشي اللي احنا بنعمله يا ربنا يخليك يا شيرو ما تحرمش منك يا حبيبتي يا رب تسلميلي وشكرا لاتصالك يا حبيبتي ما تحرمش منك ابدا بص يا اولاد بقى معايا ايه معايا حل حط زيت حلوة او حط زيت حط سمن اهو اهو طبعا المحشي بيحب السمنة والزيت ده اساسي يا سلام لما كانوا زمان بيعملوا على الكانون من يلحق الاعر بتاع الحل والنبي ما كنتوا بتعملوا كده والنبي انا حضرت الكانون وحضرت الفرن البلدي وحضرت كل حاجة بسم الله الرحمن الرحيم هنا عملت ايه بقى الزيت السمنة خلاص ومقاديره سهلة جدا اول مرة بقى انت هتخش تعملي ايه محشي كده خلاص بقى احنا اول مرة هندخل نعمل محشي عايزين نلف البصل على الطماطم على الخضرة على التوم على الرز على الصلصة اوكي مفيش اي مشكلة اعملي كده على البارد هتعملي على التقلية بقى من اللي هو السخن هتقلية اهو الله اهو هقلية بقى ده برضو محشي بس محشي متكلف شوية يعني انا تعبت فيه شوية اهو وكل ما تتعب في الحاجة كل ما الحاجة تتلحله اتعب في الحاجة تتلحله خلاص ها مين معي مريم خسارة مريم والله يا حظ الوحش يا مريم اه دي الايه البصل يبقى عملنا ايه عملنا بصل وهنحط عليها تتشوح حلو كده هنحط عليها التومية الاساسي بقى في المحشي التوم التوم اساسي المحشي يبقى انا حطيت بصل كتير اهو وحطيت توم حلوة او خليه هن طيب اهو الو اميرة يا اميرة الو ازايك يا اميرة عملة ايه الحمد لله يا عملة يا شيف ازاي اخبارك انت كلمتيني الحلقة اللي فاتت صح اه شفت انا فاكرة صحفي ازاي مش عملة يا اخبارك الحمد لله ايه عملة يا خلا نوسا الحمد لله بصي بقى يا ستة اميرة احنا حطينا البصل وحطينا عليه التوم تعالي بقى شم الريحة في الاستوديو عندي هن حاجة ايه انا شمها من هنا شمها يا ريتي اخبار اخبارات فيها الريحة والحاجات منور الشاشة ربنا يخليك يا حبيبتي ما تحرمش منك ابدا كله تمام كده اه ماشي يا حبيبتي انت عاملة ايه في المطبخ كده تمام طيب الحمد لله شكرا لاتصالك يا ميرو بعد كده عملت ايه بقى حطيت السمن حطيت الزيت حطيت البصل حطيت التوم واحدة واحدة معاك خالص لازم انت تطلعي من الحلقة دي عارفة ازاي نعمل محشي اسهل حاجة وهي اكتر اكلة مصرية ده اساسي عندك ضيوف تقولون لازم ان نعمل محشي فيه اوبن بوفي لازم ان محشي خلاص يبقى انا عندي ايه البصل والتوم والطماط معيد وزيد وعيد وزيد وبعد كده حطي بقى معلقة سلس احلى معلقة سلس اهو هنحطها كلها يلا متكلفين اهو اهو يلا والنبي ما انا مستخسرها حاجة اهو اهو ونعمل اللي احسن منكم ازايك يا ولاء عامل ايه اخبارك الحمد لله لا ان شاء الله دايما يا رب انا في نعمة والله يا حبيبتي تسلم يلا يخليك يا شي ربنا يخليك ربنا يخليك ربنا يخليك يا لول وما تحرمش منك ابدا انت في سنة كام نعم انت في سنة كام لا انا في الكلية ما شاء الله يا رب اقبالي العريس كده ان شاء الله يا رب وتعزميني واجه اعمل القبن بوفي عندكم ربنا يخليك يا لول بصي بقى يا لول احنا طبعا عملنا التماطم والبصل والطوم وكل حاجة وسبكناها زي ما انت شايفة كده تتسبك حلو قوي عندي بقى هنا حوالي نص كيلو رز هنزل عليه الخضرة والشبت اللي هو الخضرة والشبت اهو حلو كده اعم ربنا يخليك يا حبيبتي شكرا يا لول على اتصالك يا حبيبتي وما تحرمش منك ابدا ربنا يخليك لي حطينا بقى ايه الخضر المتقطع الخضرة والشبت حطنا عايزة تحطي بقدونس حطي انا عن نفسي ما بحبش البقدونس بصراحة اهو خلاص كده كزبرة خضرة كده ايه شابت كزبرة خضرة وشابت احنا نقول عليها خضرة عادية اهو ماشي طيب بعد كده هعمل ايه عشان مش هعرف اقلبها هنا هقلبها هنا اهو اهو علشان نقلبها كلها حل اهو اهو نقلبها بقى كلها وتبقى خلطة بقى تاكل سوابعك ورا هنحط عليها بهارات ايه بقى يا خالة نوسا هنحط عليها بصي بقى الاساسي كمو ملح بابريك شطة حمر فلفل اسوي كزبرة سنة ارفة لو حبيتي يلا ايه كمان كده حلوة اول حلوة تمام عايزة تحطي المرأة حطي مش عايزة خلاص انا مش عايزة انا كده كده هعمل ايه هسقيها اصلا مرأة وهدخلها الفرن بعد ما انا اتعلم ازاي هنلف المحش وده عدفي في الحلقة ان انت ازاي هتلف المحش خلينا خلصنا كل الحاجات دي كده ومعدناش عايزينها وهطلع فاصل وارجع لكم تاني واجيب بقى حاجتي ونضف ترابستي كده ونرجع تاني نشوف هنحشي المحش ازاي انتظروني متخبوش علي وارجعنا لكم تاني من الفاصل وهنشوف هنعمل ايه بقى في المحش بتاعنا اللي عملنا له الخلطة بتاعته تمام كده طيب احنا عملنا الخلطة وزي ما انت شايفة كده هي دي الخلطة اهي اهي هي دي الخلطة اللي احنا هنشتغلها طيب هنعمل ايه بقى اه دي وراء العنب وراء العنب ده بيبقى في وشه وضهر تمام حلو او اهو ايه دي وراء العنب هاخد منه يعني حابة من الحشوة بتاعتي اهو وهفرتها كده لا هنزود الحشوة ولا هنلف وراء كتير اهو اهم حاجة خلي بالك معي اهو هاخد دي كده هاخد دي كده واحنا بنلف الوراء دي هناخد ام عبدالله الو عم السلام عليكم ازايك ام عبدالله عليكم السلام ربنا نخليك يا حبيبتي ما تحرمش منك ابدا ازاي حالك كده عبدالله ايه اي نعم يا حبيبتي ولا انا اول مرة اشوف حضرتك بس احبتك جدا والله ربنا يخليك يا ربنا يحبك يا رب ما تحرمش منك ابدا كتر الف خيرك شكرا لزوق شكرا لها بحضرتك طيب نعم ليه ليه عم بحضرتك طيب صعبية ازمه اقموريني اقموريني اتخدالي انا امر اللي واحنا عايزة شاورمة الفراخ لو طرحك عناية اللي اتنين حاضر احلى شاورمة الفراخ لشان ام عبدالله الله يفهمنيك يا حبيبتي وانا سعيدة بحضرتك بمنتهى السهولة هتعمليها في البيت ولا تجيبيها من برا ولا اي حاجة لا في البيت عناية اللي اتنين سلطاتنا وبابا غنجنا وحاجاتنا في البيت ومية مية هنزبط ما تقلقيش من اي حاجة تسلام يا معبدالله وشكرا لاتصارك يا حبيبتي كتر الف خيرك شكرا مع السلام يبقى اعملنا ايه اهو نرجع تاني اهو نرجع تاني واقولك هنعملي بقى خلي دي علشان انا هحتاجها على فكرة هحتاج انا الورقة العنب دي اهي بصوا كده ورقة العنب سهلة خالص ايه تمام كده اهو هاخد بقى ايه حبت ورق عين اه قصدي حبت خلطة اهو اللي احنا عملناها بصل وطوم وخضرة ورز وزيت ومزبطان اهو واحدة واحدة خالص انا لفتها لفتين وهجيب دي كده وهجيب دي كده عشان نقفل الجناب اهو وهلفها كمان كده اهي 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 يا مريوم علو ازايك يا مريوم عاملة ايه ازاي اخبارك كده انا كنت عاوزة طريقة البسبوس بس طريقة جديدة حاضر احلى طريقة البسبوسة ان شاء الله لو قدرنا نعملها في الحلقة اللي جاية ان شاء الله اعمل لك احلى بسبوس ماشي يا بسبوس ربنا يخليك يا مريوم وشكرا لاتصالك يا حبيبتي اهي خلاصي بقى الطريقة سهلة سهلة جدا حطيت الورقة طب الورقة بحطها على الوش ده ولا الوش ده يا خلانوسا على الوش ده اللي هو فيه التعريجي الضهر بتاعه اهو علشان الورقة بتاعتي لما تستويه تبقى ايه تبقى ورقة نعمة كده وشكلها حل اهو اهو كده اهو اهو كده الورقة اهي طيب تمام ايه بحنا لفنا الكمية دي كلها اهي 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 خلاص انا عاملة طبعا كمية حلوة علشان هشوفها انا سويها في الصينية ازاي بتاعتي انا هجيب طاجن هجيب بايركس هجيب طبق هجيب حلة ان شاء الله يا رب بتكون حلة زي بتاعتي الحلوة اللي انا بموت فيها دي ماشي انا جايبها النهاردة مخصوص عشان الحلة دي انا بتفائل بيها جدا 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 اهو هجيب بقى ايه جزر حل باصل الله باصل جزر اشاريح لمون حطي يلا بالمرة مش مستخسرين حاج اهو فلفل اهو عملنا ايه الطبقة حلوة جدا خلاص طب لو ما عنديش يعني انا مش عايزة حط باصل وجزر وطماطم يا خلانوسة والحاجات دي طب نعمل ايه عارفة الفرشة التخينة اللي هي بتبقى في الكورومبايا الورقة التخينة قوي دي ممكن تسلقيها وتشيليها عندك في التلاجة ساعة ما هتعوز تعملي محشي هتروحي جايبه ورقة من التخينة دي وتروحي فرشاها طبقتين تلاتة مسلا هتحوش بقى ايه النار انها تلسع الطبقة اللي تحت ولي بقى استفادنا بيها خلاص ماريوما ازايك الحمد لله عملة ايه بارك الحمد لله انت في سنة كام انا اه ستبك زي ده انا اكبر منك حاجة بسيطة ايه انا انا فقول عدادي كده اه شفتي انت ستبقتي انت شاطرة في المدرسة اه جدا يا بسم الله ما شاء الله طب ايه رايك بقى تبقتي تيجي معانا حلقة كده اه هشوف طب خلاص شوفي لو عندك وقت بيقوليلي بسي انا كنت عايزة طريقتك الدونت الدونت اه عناية والدونت بشوكراتة ونحشيك كريمة وعملك احلى حاجة بس هتيجي تعملي معايا هنا في البرنامج اه هبقى هشوف مانا طب لو بقتي فاضية بقتي عال شكرا يا ماريومة شكرا يا حبيبتي لاتصالك اللي زي العسل كده ها هنرس بقى ايه ورق العنب طيب ممكن اقول على حاجة بقى وحنا بنرس ورق العنب طبعا انا عاملة طاجن بتاعي النهاردة من غير اللحمة طب لو انا عايزة احشي لحمة الطبقة اللي تحتي دي وبعدين هجيب فيه شرايح اللحمة اللي ستيك او الفلتو ودي بتبقى حتة نعمة كده حلوة ما بتاخدش سوى في النار وما بتاخدش وقت كتير ممكن نشوحها كده في بصلايا في تمطمايا او نحطها في حتة سمنة او حتة زبدة او حتة سمنة بلدي وتروحي حتى طبقة هنا كده هي بتبقى شرايح طويلة كده هتحطيها في النص واتكملي زي منا مكملة كده بالزبط اهو يبقى انا علشان قطل برضو وقتك تبكوني استفدت بي وطلعنا من الحلقة بحاجة مفيدة اهو اهو الهوى والمية المغلية وقعت على ايدي واتعبت ويعني بصي دعوتكم بقى اهو كده اهو خلاص كده تمام زي الفل حلوة اهو شايفين كده التاجن جميل جدا اهو زي الفل طيب اعمل ايه بقى ممكن علشان خاطر طبعا الورق العنب بيأكسد بسرعة وبيخليلي الحاجة بعد ما تستيقى بتبقى مسمرة شوية واخدى طبقة اه يعني غمقة علشان احافظ على كده ممكن اجيب ايه اجيب دي كده اهي اهيت واغطي بيها ايه اغطي بيها العنب بتاعي اللي انا حشياه ماشي برضو لو ما عنديكش ورق العنب او خلص منك او كذا ممكن اجيب برضو ورقة كورومبم اللي هي التقيلة اللي بقلتلك عليها دي وتحتفظ بيها عندك على طول مريم مي 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 خلاص كده ايوة ازايك يا مي عامل ايه ازايك يا صنوص ربنا يخليك يا حبيبتي تسلميلي يا رب ايه رايك في التاجل الحلو ده الاكل بتاعك شواني للأكل والله ربنا يخليك يا حبيبتي احنا الظهر اهو بقى قوم يعملي شوية المحشي وزبطي الدنيا عملتم بارا الفة انا وشايفة بس اكيد هيكون احسن من بتاعنا لا اكيد انت احسن ربنا يخليك يا حبيبتي كلك زو انشوفت كنه بقى ممكن ازاي اقولك على حاجة ممكن اه طبعا جدا اتفضل انا عدت المتين كيلو ايه لا دا حبة صغيري بجبت عدت المتين كيلو بجب? بجب اوه تكوني عايزة تخس? وعايزة اخس وانت وانت خلتيني بص يعني اوه اجبت العقس ببعندي يا مي مي اوه اجبت العقس ببعندي يا مي احنا كده عايزة نتفرجر يا اختي جبت عالي تلماشي وقعد تاكل فيها د الوقت الفي انا شوف قلنا يا ابيا اختي ما احنا اخدين منها حاجة غير الاكل الحلو 200 كيلو بس يا ماي زيادة عن 200 كيلو لا 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 ده انت لسه بادري عليك يا حبيبتي لسه لسه والنابي الحمامة تخضط يا ماي حبيبتي كولي وانبسطي يا ختي انت عندك كم سنة؟ انا 36 يعني انت تجاوزتي؟ لا طب خلاص بقى نفكر يا ماي ان احنا ايه؟ يعني نحاول ان احنا ده نافخينا قوي لا احنا هنحاول يا ماي نقلل الوزن شوية علشان خاطر يا دوبك بس هو يجي على ما شم ونتخنتك فيش مشكلة يعني مش ممكن تديني اكلة كده بشرية كده بس تقفل الماء ده؟ والله يا ماي كنت نصحتي نفسي بس انا هحاول اجيبلك الحاجات دي يا لعوة يا ناس انا هحاول يا ماي حاضر عناي والنابي ده احلى تليفون وصلني النهاردة يطلع ميني يا قل ربنا خليك يا ماي حبيبتي انتظرك كل مرة ان شاء الله وتقولي لي وصلت لباية على فكرة على فكرة على فكرة انا في المزلان الوسطاني يعني ممكن تيجي تشرفيني يا حبيبتي تنوريني وتشرفيني والله ده يزدني شرف تحت امرك يا ماي مشاكرة لك جدا وشكرا لاتصالك اللي زي العسر اه كده عملنا بقى ايه ورا العنب اهو طيب انا عندي شربة اي شربة بقى عندك عندك حتى لو عندك مرأة اعمليها على مية وحطي شربة شربة بط طبعا بقى المحشي يحلب شربة البط شربة البط اللي هيعلي عليها وبعد كده بندخله بقى الفرن وبنعمله على ميتين درجة وبعد كده ساعة ما يغلي ويتزبط تمام بروح بقى عاملة ايه مطلعه من الفرن مقفله بالالمونيوم وحطاه تاني على الهادي خالص يتشرب كأنك عاملة روز يبقى احنا فهمنا كده كل حاجة واضحة كل حاجة مظبوطة عرفنا طريقة اللف عرفنا الخلطة ايه عرفنا التسويس ازاي يبقى ايه احنا هنركن ده على جنب خلاص يبقى خلصنا من حلوة او طيب انا طلحت الحمام بس انا مش هحمر الحمام دلوقتي علشان لو انت حمرت الحمام دلوقتي وهو سخ هيفرقع منك في الزيت خلاص لو حمرنا الحمام في السخ هيفرقع في الزيت يبقى انا هشيل كل الحاجات دي اهو وابدأ بقى عملالك سلطة بطاطس تكلي سوابعك وراها ايه دي سلطة البطاطس ماشي انا سلق بطاطس يعني عندي بطاطستين كده سلقاهم اهو بطاطستين سلقتهم حلوة او حنان حلو ازايك يا حنان عامل ايه الحمدلله ايه عاملش في نوسا ازاي اخبارك تمام الحمدلله الحمدلله كله تمام مية مية او مية مية السعايدة احسن ناس والله انت من سهاج او ايه اخبارك الحمدلله حبيبتي تسلمي يا رب انا اختي اميرة لكلمتك من شوية ازايك والله انا كنت لسه عايز اقولك نفس الصوت يا اميرة اه لا اختي اميرة لكلمتك من شوية ماشي يا حبيبتي ده انا سعيدة جدا والله شكرا ربنا يا خليك وشكرا لاتصالك انا عندي ايه بقى سلطة البطاطس هنعملها بالمرة علشان نطلع الاكلات بتاعتنا كلها ونشوف عملنا ايه المحشي سواناء الحمام هنقدمه ازاي هنعمل دلوقتي سلطة البطاطس سلطة البطاطس ايه انا عندي بطاطستين يعني متوسطين كده لقيتهم في السبت قمت مقشرهم وسلقاهم خلاص قطعتهم مكعبات كده ها وسلقتهم بسيطة خالص صح كده تمام طيب التوم يا حسن والله مثلا انا بحب الحمي شوية فبجيف ارني فلفل حمي اه عندك مثلا بتحبيش الحمي ايه عادي خالص حاجة برده مفيش مشكلة فانا عطتك الوبشين ده عادي يعني تمام عند الزيت انا حاطت الزيت على النار اهو بس بعبال ما حسن يجيب لي التوم اه بعد كده بحط بقى ايه اه التوم على الفلفل الحمي وبحط عليهم بصي بقى الملح والشطة الحمرة وعلى فكرة حلوة طبق البطاطس ده سلطة البطاطس دي انها تكون حرقة دي امانة دي حقيقي بجد لازم ان تكون حرقة علشان خاطر تديك الطعم هي طعمها كده هي حرقة هنحط كاري ونحط زعتر وهنحط ملح وهنحط شطة حمرة لو انت حبيتي لو فيه اطفال ولا حاجة ما يستحبش ان يبقى فيه شطة تمام طيب انا هطلع فاصل صغير ايه علبا ملحمن بتاعي يبرد شوية واكون جهزتي نفسي واشوف كده هنعمل ايه مع بعض بس مش هتغيبوا علي مستنياكم ورجعنا لكم تاني من الفاصل طبعا عملنا ايه قبل الفاصل عملنا كل الحاجات اللي انت شفتتها دي مش عايتها تاني بقى انا جبت التوم حطيته في السمنة او في الزيت اهو يعني حتة سمنة بلدي يفضل ما عندي كيه سمنة بلدي يبقى ايه يبقى زيت خلاص يبقى بعد كده هعمل ايه بقى انا عندي طبعا قلتلك ان البطاطس دي مكعبات ومسلوقة حلو قوي طيب هنزل بقى الفلفل الحامي اهو اهو وبعدين هحط كل البهارات اللي عندي اللي هي عبارة عن شتى حمراء وزعتر وكاري عشان يديني لون حلو والملح تمام كده طيب هقلب ده كله اهو وفيه تكا كمان بقى بتخليها حلوة جدا 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 ايه هي الخل حاب تخلي صغلانين خالص اهو خلاص حابة الخل دول هيفرقوا جدا في الطعم الديكي مازازة كده طعمها حلو وبالمناسبة كمان عايز اقولك انه ممكن قوي تقدري تحطي عصير لمون وانتي بتطيب المحشي يعني تعملي مسلا عصرة لمونتين تلاتة كده تعملي عليهم المحشي اهو وبعد كده هنزل بايه بالبطاطس اللي عندي دي هتعجبك جدا البطاطس ولو عندك بقى يا سلام شوية شطة حمرة على خضرة على صفرة بتديكي لون حلو شوية خضرة اللي هو الكسبرة الخضرة او الشبت اهي طبق بطاطس سلطة جميل جدا هيعجبك قوي 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 اهو هقدمه بقى في الايه؟ في طبق التعديم بتاعي كده اهو خلاص وبعدين اعدل الطبق بتاعي كده فين اله اهو يا السلام يا سلام يا سلام اهو فين المنديل يا ولاد؟ المنديل اهو اهو اجيب المنديل بتاعي وامسح حرف الطبق كده وازبطه على فكرة الطبق مهما كان الاكل اللي جواحل والطبق مش متجرنش ولا ليه اي لازم خالص وانا قلت الحلقة اللي فادت نفس الكلام لازما الاكل يبقى متجرنش وحلو كده يبقى شكله جميل يفتح النفسي يا سلام يا سلام اهو اهو خلاص كده طيب شيل حكتي دي هنا كده ولموني وحكتي طيب هنعمل ايه بقى والزيت خلاص انا عايزي يدوبك هنحمر الحمام فيه وعندي كمان اهو فين اللحظة واحدة اهو فين السمنة طاصة عالنار وبعد كده معلق ايه يا اولاد هنه فيش غير الولاد في المكان ولا ايه فين يا اولاد المعلق هنه هنه ماشي هنتصرفه هنتصرفه هنتصرف اها الحمر بقى ايه؟ الحمام الحمام ميتحمارش غير بارد عشان تبقي عارفة طبعاً لو فيه ايه اخطاء بتحصل قدامك في المطبخ حتى وانا بشتغل اي حاجة انا زيك في البيت كتا بالزبط يعني لازما يبقى فيه حاجة غلط فيه حاجة مش وغدبالي فيه مش عارفة ايه علشان الناس اللي بتتصيد الاخطاء خلاص هحطي بقى ايه شوية زيت كمان اه المهم عندي مش اي حاجة غير ان احنا نعمل الاكلة ونبين الاكلة فيها ايه والاكلة معمولة ازاي والتكاد فيها ايه علشان ناخد بقى لنفيش حاجة اسمها ايه ايه سر بتاع الاكلة لنفيش حاجة اسمها سر الاكلة دي خالص والله سر الاكلة ان انا اعملها وانا حب الناس اللي بعملها ايه وانا حب الولادي جوزي اهلي كده فطبعا الاكلة لازما تطلع حلوة لما تكون ايه معمولة بحب يعني النفس ايه النفس حب اهو ترجم بقى بتاعي بتاع الورق العنب انا مشلتش الورق من علي عشان اورهولك اهو بصي انا كنت مغطيه بورق العنب اهو شلت ورق العنب اهو اهو خلاص تمام زي الفل اهو ورق العنب جميل ازاي اهو نفتحها من جوه كده شايفين اهي الرز مستوي زي الفل اهو مفيش ايه مشكلة الطاجن بتاعي جميل وشكله حلو وهجيب وردية حلوة كده اهو وكمان نقطع ايه سرنشاية اللمون والنبي بحب الوردة اوي الوردة ده جميل اوي 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 فينا السكينة اهي هقطع بقى ايه ترنشاية اهو لحزة واحدة مستمع اي حاجة اهو كده طاجن بقى وراء العنب تكله سوابعك وراه فعلا 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 وكمان هحمر الحمام بتاعي وهقدمه في الطبق الجميل ده بسم الله الرحمن الرحيم اهو خلص كده كله تمام مش هعمل بقى حاجة خالص غير بسم الله الرحمن الرحيم عشان الحمام ما يفرقعش في وشي اهو على مهلنا كده وبراحة خالص ولو انت مبتدئة لسه في المطبخ تاخدي بالك تاخدي بالك اهو وبمعاك يغطع حلوة دفع بيه عن نفسك اهو انا عسيبها شوية كده لما تحمر لما مش هطلحها غير وهي حمر بقى عشان نكمل ايه التاجن بتاعي يبا انا عملتي ايه بقى النهار ده اهو احنا بنشتغل كده على بان ما الحمام ياخد لون عملت اه تاجن اه ورق العنب اه محش ورق العنب و اه وقلنا فيه شوية حاجات كده مهمة جدا بغض النظر عن تاجن ورق العنب خالص ورق العنب لازم ان يكون الورقة منتج او حاجة كويسة يعني شركة كويسة يعني فيه ورق بتقطعه مش حلوة ابدا اه كمان لازم ان ناخد بالنا من اللفة بتاعته لان اللفة بتاعته بتخليني بصي برضو انا مصممة ان انت لازم ان تعملي اه ورقة العنب محترمة حلوة محدش يعلم عليك ابدا اهي بصي كده مقفولة من هنا ومقفولة من هنا اهي زي ما انت شايفة كده اهي خلاص وبتبقى حلوة جدا وحمر الحمام بتاعي كده هو براحة وربنا يسطر طبعا احنا على الهوى معرضين لاي حاجة خلاص البطاطس بقى عملت البطاطس ازاي جبت فصين تلاتة كتوم وعملتهم في شوية زيت لو عندك سامنا بلدي ماشي بس ما عندك سامنا بلدي خلاص وبعد كده بحط عليها اه معلقة اه فلفل اسود اه ممسوحة صغيرة وكمان بحط عليها اه زعتر ناشف اه وعايزين كمان كاري عشان يديك اللون الاصفر الجميل ده وكمان حطيت عليها ارنفلف الحامي لان هي بتبقى حلوة بالحامي اهو خلي الوردة دي كده اهو اي رايك بقى حاجات سهلة جدا 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 وانا كان نفسي ان انت تكوني مستفادة من الحلقة بتاعتي مش مجرد ان احنا نطلع نعمل اكل وخلاص لا لا مش مش هينفع هي احنا نعمل اكل وخلاص مية تدخن وتيجي تتصل علينا وتقول لنا مش عارفة ايه ووصلت لتلتميت كيلو وربنا يا رب يعينيك يا مي والله بجد انا فعلا فعلا اه يعني التخن ده حاجة مؤزية جدا بس احنا باين تقريبا تعودنا وعملناها ايه لايف ستايل يعني بقى حياتنا كده خلاص ربنا يقويني ويقويك يا مي ولازم ان تتشجعي ولازم ان تعملي دايت علشان خاطر انا عمل وراكي كده على طول هلاقيك انجحتي في الدايت هاشوف مين الدكتور اللي انت يروح تيله وامشي معي بسم الله الرحمن الرحيم وسع البتاع دي شوية اهه عايز احمرها يبقى شكلها حلو علشان كمان عايز اقولك على حاجة انا خايفة مثلا ان الحمام يفرقع مني او خايفة ان الحمام ما يوصلش للدرجة اللي انا عايزها ممكن اعملها ازاي بقى عارفة كأن الصانية التصى دي طاجن كأن التصى دي كده طاجن بحط في الفرن وبحط عليها شوية مية بس مش بغطي المية كتير يعني لغاية هنا كده لغاية هنا كده وبعدين لغاية هنا وبعد كده ايه بحطها في بحط لها التوابل بتاعتها عادي خالص وبعدين بحطها في الفرن ماشي بحطها في الفرن وباسبها وما بغطيهاش برضو لازما ما تغطيش الحمام ايا كان في الفرن في النار في الحلة كده والله دي عن تجربة ما تغطيش الحمام عشو مفرقعش مني خلاص قادي الحمام اهو بدقنا ايه هنطلعه اهو حط كده ما شاء الله لقوة اقلة بالله حاجة روعة الترتشة طبعا مش عايزة اقولك اهو قادي الحمام اهو الله رشة فلفل بقى ورشة ملح ونطفي بقى كل الكلام ده خالص اهو بس خلاص شيل التاسا وبنقدم بقى الاكل بتاعنا زي ما انت شايفة كده الله الله اهو كده خلاص تمام خلصنا عملنا ايه عملنا طاجن وراء العنب اللي هو محشي وراء العنب وعملنا البطاطس صلاتة البطاطس وعملنا كمان الحمام المحشي بالروس خلاص ولغاية هنا اقدر اقولكم يا رب تعملوا كل حاجة وتطلع احسن مني الف مرة وتعملوها بحب وان شاء الله تبقى عجباك وتقدروا تعملوها تبقى سهلة جدا وان شاء الله اشوفكم في حلقة جديدة باذن الله الاسبوع اللي جاي يوم الاربع ساعة واحدة وتدخلوا برضو على اليوتيوب عندنا على قناتنا بيت الخالة نوسا واكون تعيدة جدا باشتراكاتكم واشوفكم على خير فدكم بعافية ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر